كانوا مع أخواتنا المغاربة وهم أخواننا وأشقائنا وأعزائنا مرات يظنوا بأنني أنا موجود هنا لأنني ضد العصابة وضد المجرمين المجرمين كبار ما هو ش لعب ممكن نقول البروباغندا المغربية والله الخطاب الرسمي المغربي لا يا إخواني لا هذا أنتم إلا اقتنعتوا به هذا أمر يخصكم أنا نقول وكل حر وأنا عارف حتى أخواننا المغاربة يقولوا ما يعتقدون أنه الحق والحقيقة مش عاود الخطاب الرسمي والآخر لا كين أخطاب من جانب المغربي كين ما لا شك فيه لكن أنا قلت هنا أن الخطأ الأكبر من طرف العصابة هذا هو الإنصاف الحقيقي أنا أخرج سفير ويقول استقلال القبائل هذا خطأ وقلنا نهارها قلت له لما انتقدتوا بشدة قلت له أنك تعطي فرصة للعصابات الإجرامية خلونا نحلوا مشاكلنا ركم راحين تعطون فرصة أن يكون تطبيع مع إسرائيل وبعض خاوتنا يقول لك لا لدينا مليون مغربي يهودي هذا أمر يخصك إلا ترك تفكر بهذا المنطق يعني مليون يهودي مغربي وكي والملايين أنت على الفلسطينيين المسلمين المحبورين المستضعفين كيف مشكلت على يهودي ومسلم القضية ليس متروحة بتاع يهودي ومسلم القضية متروحة بنتاع احتلال وشعب محتل هذه القضية كان كثير من اليهود يدافع على الفلسطينيين وكان المسلمين يدافع على الصهاينا وعلى إسرائيل القضية هي المواقف كيف يقولوا هذه الأشياء هذه رأي حقيقة وهذا في حد ذاته مش جديد يعني الناس يقدروا يرجعوا للفيديوهات متاعي ويلقاوا أني قلت هذا الكلام في وقته سواء بعدما أولينا عن التطبيع مع الكائن الإسرائيلي أو لما أولينا عنه موضوع هذا انتاع انتاع انتاعهم لما أتكلم على ما يسمى بيسمى استقلال القبائل قلناها بصرح العبارة وقلنا باللي هذا تدخل ويضر بمعركتنا معركة شعب الجزائري ضد العصابات المجرمة وأنا قلت يومها أنه لما خرج وزير مغربي وزير خارجية يومها في الأسبوع الثاني للحراك وقال نحن لن نتدخل فيما يجري في الجزائر قلت له شكرا لك هذا ما نريده لا نريد أي تدخل خارجي لا من الأصدقاء ولا من الأشقاء قبلهم ولا من الأعداء ولا من لا نحن عارفين العصابة تدعمها قوة خارجية وقوة خارجية ولذلك دائما تحدى منكررة ليس هناك بعد عامين ونص من الحراك بيان واحد ولو تعربع كلمات من أي دولة ولو كانت في كريب تدين اعتقال الأحرار اعتقال الحرار اعتقال الصحفيين تعذيب النساء والرجال ضرب الناس قهرهم ليس هناك أي دولة في العالم وهذا لم يحدث من قبل كل الشعوب التي تطور تجد دولة واثنين أو عشر وخمسين أو ثلاثين يقلون أو يزيدون معهم أو على الأقل يقفون مع الحق وفق ما تقتضيه ما يسمى بالمعاهدة الدولية والالتزامات الدولية بارك باش هذا يكون وضع عند خاوتنا يعني ارى هنا مش من نوع اللي يخضع للضغط هنا أو هناك اعتز بإخواني المغاربة وإخواني التوانسة إخواني الليبيين إخواني الموريطانيين إخواني المسلمين أينما كانوا إخواني في الإنسانية أينما كانوا اعتز بكل صاحب موقف وحق وأقرب إلي فيتنامي أو هندي أو مكسيكي مع الحق من جزائري مع الباطل وأقرب إلي يهودي أو نصراني مع الحق من مسلم مع الظالمين ومع الباطل بالنسبة إلينا المقييس تبنى على هذا الأساس من هو مع الحق ومن هو مع الباطل من هو مع المظلوم ومن هو مع الظالم هذه القضايا والواقع والحقيقة والإنصاف أن العصابة هي التي أقدمت على قطع العلاقات هذه المرة شفنا وتكلمنا عن الموضوح هذا وجايبين تبريراتهم طبعا أكاديبهم اليوم جرائدهم لم أعد أستطيع حتى أن تكمل فقرة من جرائد العصابة هذه وجايين فرحانين وستكون هناك جراءات أخرى ضد المغرب وأني شعار فرحانين فرحانين لأنكم تاكلوا في السحط تاكلوا في أموالي الشعب الجزائري اللي يعطوها لكم على أساس بيبليسيتي باش تديروا الكذب يا الشرور ويا القناة العار ويا الخبر ويا الوطن ويا مانيش عارف الاسوار سيرتو إن كان الوطن مرات فيها وعليها وما شابها تاكلوا في أموال الشعب ما عندكم مش كفاءة ما تقدروش تديروا جريدة وتبيعوها بحق ما تقدروش تديروا مواقع وتكتبو فيها بحق عايشين على مال الشعب يعطوكم فيدي سالير ومنكم اللي يدي عشرين مليون ثلاثين مليون في الشهر على أساس رئيس تحرير بينما الصحفيين المبتدئين تعاملوهم كالعبيد وتزيدوا يقول لك عندنا الأرباح في هذا الجرائب كيان جرائب تربح اليوم في الجزائر هي أموال الشعب الورق مدعم البيبلي سيتي مكاش الضرائب يعطيناهم مرة الإيجارات باطل قليل كائن صحيفة هنا أو هناك اللي قاعدة بالفعل تصرف من مالها قليل وجايين يسخنوا في البندير يعني قريب يقولوا وسنعلي الحرب بل أنه واحد من السفهاء واحد من السفهاء بعثيه اليوم فيديو التاعو يسموه تابع لهذا سفيان جلالي يقالوا من جيل جديد كما يسمي يروحه قال لك نعلي الحرب على المغرب يحصره على المستوى تعرف أنت معنى الحرب تعرف معنى أنه تقاتل أشقاء وتعرف معنى أنه يكون يتقاتل جزائرين ومغاربة واش معناها؟ تعرف الدمار للمنطقة وتعرف عبارة عن ذباب مباشر مش حتى من هذا الذباب المختفي اللي رح يرمي في التعليقات هنا وهناك لعله يوجه الناس في اتجاه هنا أو هناك خلينا نتكلموا الآن أكثر ما هي التأثيرات؟ ما هي التأثيرات؟ مثلا شفنا صدرت بيانات مما يسمى جامعة العربية ما يسمى بمنظمة التعاول الإسلامي ما يسمى مش عارف حتى الاتحاد الإفريقي ربما بيان من عند فرنسا كلها تدعو إلى حل المشاكل بالحوار وعدم التصعيد كلام دبلوماسي هكذا ترجمة نانسي قنقر